ونروح للدوري الإنجليزي الممتاز أرسنل يا جماعة بنسخة أرسنفينجر النسخة الأولى الأرسنفينجر مش النسخة اللي كان في السنوات الأخيرة نسخة رائعة رائعة أرسنل اليوم يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثماني نقاط عن منشستر سيتي ثمان نقاط كاملة بينه وبين منشستر سيتي النهاردة بيفوز على توتنهام 2-0 ويتسيد المباراة وبيعمل أداء روعة وبيعمل أداء كبير وبيعمل أداء جميل دي النتائج النهاردة نيوكاسل فاز نيوكاسل كمان ووصل للمركز الثالث في الدولة الإنجليزية عامل موسم رائع جدا فاز على فولهم 1-0 شيلسي بهدف هفردس سجل أو فاز 1-0 على كريستاب بلس وزي ما قلت لكم أرسنال فاز على توتنهام 2-0 عنده الإسبوع الجاي مباراة كبيرة جدا مع منشستر وينايتد اللي فاي هو كمان قوي مع تينهاج وعامل أداء رائع جدا هذا الموسم تحديدا بعد رحيل كريستاب بصراحة ودي حاجة بقولها على مضد بس الفرقة فائت الفرقة فائت تماما يعني تماما وهم ضرب كبير تينهاج نرجع لأرسنال أرتيتا المساعد السابق لبيب جورديولا عامل نسخة بيب جورديولا في أرسنال النهاردة كنت بقول يا جماعة وإحنا نستحمل اتنين جورديولا في الحياة كتير 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 اللي زي حالات اللي هو ما دربش بيب جورديولا فرقة بيحبها أو بيضرب أرتيتا فرقة بحبها بس اللي اتنين رائعين اللي اتنين مميزين بيب جورديولا أرتيتا بيعمله كرة حلوة أرتيتا النهاردة ايه حلاوة الأرسنال ده ايه حلاوة الأرسنال ده أداء مدهش أودجرد عامل أداء رائع في نص الملعب أداء كبير جدا جيسوس النهاردة كان غايب بسبب الإصابة اللي موجودة بقالها فترة معاه ساكا على اليمين رائع مارتينيلي على الشمال رائع زيتشينكو اللاعب الهدية اللي خدها أرسنال من مانشستر سيتي زيتشينكو مع أرسنال نسخة تانية خالص جل نسخة من مانشستر سيتي هم ملعبش كتير في مانشستر سيتي بس النسخة دي حلوة أوي ليفت باك رائع زي الأيسر مفيش بعد كده صديبة في الدفاع مبهر تلاقي الفرقة كلها حلوة حلوة أوي أوي للأسف النهاردة اني غياب عن هذه المواجهة بسبب الإصابة بس أرسنال هياخد الدوري وعندنا بطل مصري جديد هياخد الدول الإنجليزي أنا رأيي أن أرسنال خلاص الأمور بالنسبة له محسومة في الدول الإنجليزي طبعا في الدول الإنجليزي تحديدا لا تأمن أي شيء بس أرسنال وقف على رجله حتى مع الغيابات الفرقة حلوة الفرقة كبيرة هتحس أن أرسنال لا صعب يهدر نقاط بسهولة وتحس أن الفرقة التانية سيتي ويونايتد وتوتنام ونيوكاسل الباقيين ممكن يفقدوا نقاط بسهولة أو مش بسهولة قوي بس هيفقدوا أرسنال لا صعب صعب النهاردة جاء لينكر بالمناسبة كتب على تويتر جاء لينكر واحد من أساطير الكورة الإنجليزية والإعلام الكبير في إنجلترا كتب على تويتر بعد المباراة أنه أرسنال هياخد الدول الإنجليزي خلاص بعد هذه المواجهة تحديدا مواجهة صعبة جدا كسبها النهاردة أرسنال وقدام فرقة دفاعية جدا أنتوني كونت يعمل فرقة دفاعية لتوتنهام وبصراحة أنا ما بفهمش ليه أنتوني كونت يلعب فرقة دفاعية أو يلعب بطريقة دفاعية مع تويتنهام وعنده قدام هاركين وعنده سون وعنده ريتشالدسون وعنده أسماء حلوة قدام تلعب بيعمل كرة هجومية بس هي التفكيري الإطالي أنا بحترم أنتوني كونت بصراحة شوف المدربين الكبار طبعا بس قافل تويتنهام خالص قافل قافل على هاركين وقافل على سون وقافل على ريتشالدسون اللي كان معاده على الدكة النهار ده أرسنال هياخد الدور وبصراحة لو في بقى مشجعين أو الناس اللي بتحب أرسنال بيفراجعوا عليها للوقت انتوا عانيتوا انتوا عانيتوا جميل أرسنال دول عانوا كنت دايما أقول جمهور أرسنال ده زنبه في رقبة أرسن فينجر دينيس بيركم تيري هنري ويلتورد باتريك فييرا روبرت بريس الأسماء العظيمة اللي لعبت لأرسنال دي هو عامية جيل زهبي وخلت ناس كتيرة من الشعب المصري أو الشعب العربي يحبوا أرسنال زنبهم في رقبة الجيل ده ليه؟ عشان جيل ده لما خلس بطل أرسنال عاش أيام صعبة جدا على مدار سنوات طويلة فالناس بقى اللي عندها وفاق لأرسنال وفلت مع أرسنال لآخر نقطة النهاردة أو الموسم ده أخيرا بيفرحوا افرحوا بقى حقوقوا يعني حقوقوا والله اتحرمتوا كتير يعني موسيقى موسيقى